شارك المعتاد ينضم إلينا الكاتب الصحفي خالد داود مدير وتحرير الأرامويكلي أستاذ خالد أهلا وسهلا بحضرتك بصرف النظر عما كان يقصده دونالد ترامب لماذا هو يصر على أن يرسخ النموذج الترامبي الذي كان منتقدا أو كان مثار جدل فيما مضى من سنوات حكمه في الولايات المتحدة أستاذ أحمد يعني أعتقد أنه متمسك بهذا الأسلوب لأن هذا هو الأسلوب الذي سيدفعه إلى نجاح في الانتخابات الرئاسية المقبلة من وجهة نظر ومن وجهة نظر معيدي فمهما قال ترامب ومهما كانت الصدمة من آثار هذا التهديد بأن البلاد ستشهد حمام دماء في حالة عدم انتخابه ولكن بالنسبة للناخبين الجمهوريين وقادة الحزب الجمهوري سواء في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب فالاتهامات كانت موجهة لما يوصفوه بالإعلام الليبرالي وأنه أخرج الكلمة عن سياقها رغم أنه في الواقع أستاذ أحمد يعني ترامب معروف بأنه عندما يتحدث بشكل غير منظم ولم يكن هو يعني عندما قال لو لم يتم عادة انتخابه فسيحدث حمام دماء في البلاد لم يقول في صناعة السيارات كما سارعت قيادات الحزب الجمهوري إلى الإشارة ومحاولة لنفي أنه يهدد عمليا بستة يناير آخر ولكن هو بالنسبة لترامب وبالنسبة لأنصار ترامب مثل هذا الخطاب القوي الذي لم يقتصر فقط أستاذ أحمد خليني أؤكد على توجيه التهديد بحمام دماء ولكنه في نفس الخطاب أيضا وصف المشاركين في أحداث ستة يناير 2020 عندما حاول أنصار اقتحام الكونغرس وهم بعضهم في السجون الآن وصفهم بأنهم رهائن لدى أجهزة الأمن الأمريكية وهذا طبعا يعني تعبير لا يمكن تصور خروجه من رئيس سابق من المفترض أنه يحترم القانون ويحترم المحاكم والقضاء وكل هذه الأمور كما أنه عاد للتشديد على قضية الهجرة ووصف المهاجرين الذين يعتون من أمريكا اللاتينية بأنهم حيوانات وأنهم ليسوا بشر ومثل هذا النوع من الكلام لا يخجل منه ترامب لأنه للأسف القاعدة البيضاء القاعدة المحافظة التي تدعم ترامب تؤمن بقوة بالنظريات التي يرددها حول تهديد الأجانب باكتياح الولايات المتحدة والحصول على الوظائف الأجانب طبعا تصويره أنه هو الوحيد القادر على حماية الاقتصاد الأمريكي في مواجهة دولة اقتصادها قوي مثل الصين تقوم بتصنيع السيارات في المكسيك ثم تصدرها للولايات المتحدة للحصول على الاعفاءات الجمركية كل هذه الأمور هي بالفعل ما تجعل ترامب يعتقد أنه بإمكانه الفوز مرة أخرى أمام بايدن في نوفمبر المقبل أستاذ خالد أين يكمن مكمن تفوق دونالد ترامب من وجهة نظره ومن وجهة نظر أنصاره هل حالة الإنعاش الاقتصادي التي لا يتحدث إلا من خلالها هل الحديث حول بعض القضايا الاجتماعية المحافظة كالإجهاض وخلاف ذلك والحديث حتى ربما بشكل بالغ الوضوح والحسم تجاه ما تعرف بالمثلية الجنسية وخلاف ذلك أم النموذج الذي يقدمه في مسارات أخرى هو الذي يضمن له التفوق من وجهة نظر أنصاره يعني ربما أستاذ أحمد أحد أهم من النموذج التي يقدمها ترامب أنه قادم من خارج المؤسسة أنه لا ينتمي للأعراف التقليدية سواء حتى للحزب الجمهوري نفسه أو للحزب الديمقراطي أو طبعا للمؤسسات ذات التأثير فيه داخل الولايات المتحدة والتي يرى أنها جميعا تتأمر ضده لأنه يطرح أفكار ترفضها مثل هذه المؤسسة سواء في القضايا الداخلية التي حضرتك أشارت لها مثل الإجهاد أو الهجرة أو يعني قضية الإنفاق على الخدمات الصحية والاجتماعية أو حتى في قضايا الخارجية لأنه من المعروف أن القلق من فوز ترامب لا يقتصر على التيار الليبرالي أو التيار اليساري داخل الولايات المتحدة وممكن وصفه بالتيار التقدمي ولكن حتى حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين يشعرون بقلق وبخوف بالغين من احتمال عودة ترامب إلى منصب رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية لأنه حتى باللهجة المصرية العامية بداية القصيدة كفر وهو قال أنه إذا لم تقم الدول الأوروبية بزيادة نصبها في تكاليف حلف النيتو فإنه سيجعل روسيا تفعل ما تشاء بالدول الأوروبية فبالتالي هناك هذا الحديث الماتشو يعني الحديث الذي يصور نفسه أنه الرجل القوي القادر فقط على حماية وصالح الولايات المتحدة والحصول على فوائد اقتصادية لها حتى من حلفاء الأوروبيين أو اليابان أو كوريا الجنوبية إلى جانب طبعا حقيقة اعتقاد قطاع من الأمريكيين أنه بحكم أن ترامب رجل أعمال وله يعني مصار طويل في هذا الصدد فأنه هو أكثر قدرة على إدارة الاقتصاد من دون الوضع في الاعتبار أن الرجل عمليا متورط في العديد من قضايا الفساد وآخر قضايا كان تحكم فيها بمثابة جنحة في الولايات المتحدة في ولاية نيويورك كانت بسبب مبلاغته وتدخيمه لثروته من أجل التمكن من الحصول على مزيد من القروض من البنوك الأمريكية وهو ما ترتب عليه فرض غرامة باهظة للغاية تؤثر حتى على حظوظه في الانتخابات مقارنة بالخبر اللي حضرتك شرط ليه قبل قرير الخاص بقدرة بايدن على تجميع 155 مليون دولار من التبرعات مقابل ديون متراكمة على ترامب بسبب القضايا التي تمت إداناته فيها في نيويورك ولكن التحدي الحقيقي أمام بايدن والحزم الديمقراطي بشكل عام أن القاعدة التي تؤيد ترامب قاعدة صلبة للغاية ومتمسكة بمرشحها الجمهوري مقارنة في نفس الوقت بايدن الذي يبدو أكثر ضعفا ليس فقط بسبب تقدمه في السن ولكن بسبب الانقسامات الداخلية في الحزم الديمقراطي قضية حرب غزة التي تحولت إلى قضية داخلية في الولايات المتحدة الآن فبالتالي يبدو موقف ترامب متماسكا وقويا مقارنة بايدن الذي يبدو في وضع ليس الأفضل على الإطلاق وإن كان مرة أخرى ما يميز هذه الانتخابات أو ما يجعل مراقبتها شيئا صعب التنبؤ به أنه ما زال أمامنا ثمانية شهور حتى نعقاد هذه الانتخابات يعني لم يكن أحد يتوقع أن يتم حسم الانتخابات التمهيدية للحزم الجمهوري بمثل هذه السرعة مع الوضع في الاعتبار أن ترامب عمليا رفض المشاركة في أي من المناظرات التي تمت للحزم الجمهوري على اعتبار أن فوزه أمر مسلم به أستاذ خالد هو إذا كان دونالد ترامب يعبر عن جانب من قناعاته الشخصية وقناعات قاعدة عريضة وصفتها حضرتك بالقاعدة الصلبة لكن أين يكمن الحزم الجمهوري وكأنه يدور وجودا وعدما إن أراد منافسة الحزب الديمقراطي في فلك دونالد ترامب إما أن يجسد دونالد ترامب هذا الطموح وهو بعيد حتى عن التقاليد الكلاسيكية أو التاريخية للحزب الجمهوري أو أن يكون الحزب الجمهوري مهيئا لتلقي هزيمة أين يقف الحزب الجمهوري ككتلة أو ككيان سياسي في الولايات المتحدة الآن؟ المشكلة أستاذ أحمد يعني أن الحزب الجمهوري الآن يشعر بالخوف من ترامب يعني عمليا ترامب يمارس دوره داخل الحزب الجمهوري بطريقة الجاد فاضر أنه يعني كانه زعيم لتشكيل عصابي كبير وليس مرشحا لرئاسة الولايات المتحدة وبالتالي يعني نارى فيها الانتخابات التمهيدية من أجل الفوز بالترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ أو المجلس النواب أن المرشحين الجمهوريين الذين ينالون دعم ترامب هم يعتبرون الأكثر فرصة والأكثر حظا في الفوز في الانتخابات المقبلة وبالتالي يعني هذا الخوف من تأثير ترامب داخل الحزب الجمهوري واستبعاد أي شخصية أو طرف لايه أي ترامب هو ما يدفع الكثير من الجمهوريين بما في ذلك حتى يعني جمهوريين من الذين سبق انتقادوهم ولكن أمام هذا الفوز الكبير الذي حققه في الانتخابات التمهيدية في كل الولايات وحقيقة عدم وجود منافس حقيقي له سوى السيدة نيكي هيلي التي اضطرت بالطبع في النهاية إلى الانسحاب من السباق بعد عمل أن تتمكن من الفوز سوى في ولاية واحدة فبالتالي رأينا أنه حتى في المؤتمر الذي عقده أمس السبت والذي أثار الجدل بسبب تصريح حمامات الدماء فإن عضو مجلس الشيوخ الذي كان يقف بجواره عمليا كان يعارضه في انتخابات عشرين عشرين ولكن عندما رأى هذه الشعبية الجارفة لترامب داخل الحزب الجمهوري فانه قام بمسح التغريدات التي كان كتبها والتي ينتقد فيها وهو دونالد ترامب تخصير وصيد خالد لا يبالي ولا يكترث كثيرا حضرتك تتذكر الخلاف الصادم والتاريخي مع واحد من القيادات التاريخية الحزب الجمهوري مع جوم ماكين وقال أنا لا أعرف شيئا عن إنجازاته أكثر من أنه كان أسيرا سابقا حتى وإن كان الرجل بعد ذلك له تصريحات شديدة القسوة تجاه دونالد ترامب صحيح أستاذ خالد أنا فقط سأتوقف مع جانب مقاله دونالد ترامب وسأتعرف على تعقيب أخير من حضرتك فقد دونالد ترامب كان قد أشار أيضا في هذا الخطاب إلى التشكيك في أي انتخابات أمريكية تالية يمكن أن تجرى في البلاد مشككا في نزاهتها إن لم يكن هو الفائز في هذه الانتخابات أستاذ خالد التعقيب أخير من حضرتك حول ما إذا كان دونالد ترامب لن يكون رئيسا قد لا تكون هناك انتخابات نزيهة مستقبلا في الولايات المتحدة يعني وتصريح من هذا القبيل الأستاذ أحمد وتصريح التحذير من حمامات الدماء هو ما يزيد من مخاوف الديمقراطيين والأجهزة الأمنية الأمريكية من احتمال تكرار سيناريو 6 يناير 2020 وإن كان سيصبح أكثر عنفا في ضوء يعني حالة الحشد والمنافسة القوية بين الطرفين فبالتالي إحنا لو وضعنا التصريحين بجوار بعضهم البعض سنجد بالفعل أن بايدن قد يكون محقا أن الديمقراطية والحريات العامة في الولايات المتحدة تتعرض لهجوم كبير وهذه أحد النقاط التي سيحاول بايدن بكل تأكيد استخدامها في حملات الانتخابية على مدى الشهور الثامنية المقبلة في محاولة لاستمالة الناخبين الجمهوريين المعتدلين ومن يعرفون بالمستقلين لأنه عدا ذلك سيتمكن ترامب غالبا من الفوز في الانتخابات المقبلة شكرا جزيلا لحيكة للكاتب الصحف الأستاذ خالد داود مدير تحرير الأهرام ويكلي شكرا جزيلا على اضمام حضرتك إلينا ترجمة نانسي قنقر